انت شايف استثماراتنا في الدول الأفريقية دكتور عبدالله منزل انها مش بالحجم الذي نعرفه او نحتاج اليه انما هي ظروف المرحلة ان مرحلة الماضية كانت مرحلة بناء زاتي في مصر وانه الاستثمارات الخارجية بيبقى جوز كبير منها راجع للخبرة وبعضها للتاريخ انما لم تنتقل بعد الى مستوى منظم وكثيف وربما لو احنا عملناه عن طريق التنسيق مع الدول العربية المشتركة بحيث يبقى شبكات من الشراكات اللي ممكن انها تستخدم طاقات مصرية علمية وتكنولوجية وبشرية الى حد ما اه ان لما ما زلنا يفونك ثقوف كثيرة علينا ان احنا نرتفع اليها هو في الحقيقة القمم السلاسة مرتبطة بهذا الحدث التداعيات يعني انا اعتقد رغم ان جوار القمة الاقتصادية الافريقية اقتصادي انما الموضوع الساعة ليس غائبا عن يعني منظمة التحرير الفلسطينية جزء مراقب من الاتحاد الافريقي رغم انها يعني توجد في اسيا يعني فاحنا القضية الفلسطينية كانت دائما من قضية مصر وقضية العلم الافريقي ومن الواجب دائما التفكير بهذا في العلاقات العربية الافريقية ومن الواجب ايضا ان احنا نسيره لانه المرحلة اللي جاية حيبقى فيها كتير من التصويت في الامة المتحدة في حاجات في مجلس الامن حيبقى فيه منظمات دولة الابدور يعني امل انه هو نخرج منه ببيان قوي يشكل وحدة عربية من الموقف من احداث غزة والاستنكار للمأساة الانسانية اللي موجودة فيها لكن يوجد فيها ايضا خريطة طريقة عربية لكيف تدار غزة خلال المرحلة المقبلة وانه بما ان احنا اللي قررنا ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فمن الواجب علينا ان يكون ذلك هو ما يحدث نقدم العاون اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية لانه اان الاوان لانهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي ربما كانت احد الاسباب لما نشاهده اليوم دكتور عمان هم هاخد من كلام سيادتك ودايما بتأكد مصر وزعيم مصر رأيس عبدالفتاح سيسي ان القضايا الفلسطينية هي ام القضايا شايف الموقف المصري السابت التي لم يتغير زيادة يعني انا رأي ان ام القضايا هي مصر يعني ام القضايا يا مصر ان مصر تنظر للمنطقة بعين اولا ده الطبيعة فيها خبرة عالية جدا عندنا اكبر تدريب دولي موجود في المنطقة من حيث وزارات الخارجية اجهزة المخابرات الجيش المصري الى اخر الحاجات اللي لها علاقة بالامن القومي بشكل عام وبالتالي مصر معدة لانها تكون في هذه الازمة بالذات يكون لها كثير من القول الفصلي يعني لانه احنا علينا التهديد الاكبر بالتهكير احنا ايضا اكثر الناس اللي بنقدم معونات لغزة ان احنا بالفعل حاولنا على الاقل بعد حرب غزة الرابعة ان احنا نعمل عملية تعمير كامل لغزة فده لاحظة حيبقى فيها المفروض تكامل ما بين اعادة الوحدة الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة وعملية تعمير تكون ان شاء الله تكون التعمير الاخير لغزة حيث لا تكون هناك حرب قادمة نجي بقى في المؤتمر التالي والاخير اللي هو من حد المؤتمر الاسلامي يا دكتور عمنا مرتبط برضو بالقضية الفلسطينية طبعا الهوى الاسلامي معروف بالمسجد الاقصى لان جزء من مسببات الازمة الراهنة لاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المسجد الاقصى والموقف الاسرائيلي من القدس وبالتالي هنا موقف الدول الاسلامية مهم ان يسمع صوته في المحافلة الدولية قوي وعالي في معلومة ان احنا عرفنا يا دكتور عمنا من النوريش الاراني موجود في المؤتمر مرضوض هذا الحضور بايه؟ يعني لا بأس انا يعني من دائما لا يوجد عندي فكرة ان المقاطع او عدم الحديث مع حد يعني اسرائيل ممكن ايران تركيا الواجب بتاع الدول هو ان تفتح طرق دائمة اذا لم تفيد مباشرة فانها تفتح ابواب للاتصال والتحذير فبالتالي وجود ايران في وسط التجمع الاسلامي كله وخاصة انه يعني يدل اتهام موجهة لها انها حركت حماس في هذا الامر وبغرض وقف عملية السلام السعودية الاسرائيلية اللي هي جزء من عملية استعادة الاستقرار للمنطقة وانها تكون مؤهلة للاصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الى اخره اعتقد حيبقى وجود ايران في مثل هذا المحكم ربما يكون مفيد